يعني وربنا يجزيك بقدر هذا الحب وبقدر هذا التواضع وبكل هذه الرغبة في خدمة والديك يعني ربنا يجعلها في ميزان حسناتك ويجعلك انت في ميزان حسناتهم بكل الخير اللي بتقدموا لنا كلنا ان في ميزان حسنات الوالدة والوالد ان يكون النمة ربايا هذا الانسان اللي بنعتز به كل هذا الاعتزاز ماهما حقق من مونتريال امال ارمانيوس نعم والرسالة بالفرنزية بتقول انا سعيدة بمتابعة البرنامج وخاصة مع الحبيب علي الجيء مع الحبيب هذا الانسان المحترم مرسي بكو يعني محبيك من طبعا من كل مكان بارك الله ومش بس من المسلمين وهذا الاعتدال ده شيء عظيم جدا مصطفى فتحي خضر كيف ابعد عن الذنوب ده السؤال هذا سؤال كبير وكلنا في حاجة اليه ولكن ان تحيي في قلبك هذه الارادة المسألة ارادة تلح على الله تتذكر عاقبة الذنوب تمرة الذنوب في الدنيا وفي الآخرة وتعلم ان كل ذنب حواليه سور عندما تتساهل في تعدي هذا السور ستقع في هذا الذنب وأعني بذلك بالذات بعض الذنوب التي قد يعنيها اخي وهو الاصرار على الذنب معين كلما حاولت ان اتركه اعود ليه مرة اخرى هذا النوع من الذنوب يعني هناك نقطتان مهمتان فيها النقطة الاولى فتش ما الذنب القلبي الذي جعلك تضعف امام الذنب الجسدي هل هناك كبر خفي هل هناك كراهية قدرت نفسك عليها هل تشعر بتعالي هاي يوم الايام نظرت الى مذنب احتقار لان احيانا كما قال بعض السلف الصالح يا اهل الذنوب الخفية حاذر العقوبات الخفية وشيخنا الامام الشهيد البوطي له كتاب نفيس مع انه لطيف الحجم ليس كبيرا اسمه باطن الاثم يتحدث عن هذا المعنى العميق فهذا قد يكون تأديب بسبب كبر بسبب تعالي ولو بتدين فتجد نفسك ضعيفا فتسقط الامر الثاني انظر ما العادة او الصحبة او الظرف المحيط الذي يجعلك دائما تقع في هذا الذنب فابدأ واخذ الاحتياطات فيه واخيرا مهما تكرر الوقوع في الذنب لا تيأس رجع اليه استغفره تب يقبلك ويغذر لك الله عز وجل اعظم و اكرم و ارحم مما يتخيل اي احد منا مهما تسعت نظرته شريطة اللي تستسهل شريطة اللي تجعل المسألة كالكلاعب لا سهل بذنب و بتوب لا هنا خطر لكن مهما صدقت واردت الاقلاع ورجعت عد و توب سيغفر الله لك وسيبدلها لك حسنات و جاهد مرة اخرى و ان الله لا يمل حتى تمل و لابد اذا رأى تضرعك سبحانه وتعالى و تذل لك و المك من الذنب لابد ان يرحمك فينقلك من هذا الذنب فقط احذر من حالة و هي حالة عدم الاحساس بألم الذنب هنا خطر فاغفر الله لنا جميعا و تعب علينا اماد ايوب وضعنا بيعتلنا من اوروبا بيعتل حلقة التحية والسلام و بيقول ما هي اهم التوصيات لتربية اولدنا في اوروبا جزاك الله كل خير هذا موضوع كبير ولكن لانا في يعني ربما في اواخر الحلقة ولكن اولا الاهتمام اواخر حلقتين انت مش هتروح الله يعزك يشرف يشمر واحد الله يعزك هي النقطة الاولى الاهتمام اقصد بالاهتمام ان يكون لك وجود معهم هناك في الغربة والوجود لا يعني الوقت الطويل لان يعلم ان اخوتنا في الغربة الاعمال و هكذا لكن عندما تكون معهم كن معهم بوجدانك بتعاملك انصط اليهم حتى لو ارتكبوا اخطاء اجعل العلاقة بينك وبينهم تجعلهم عندما يخطئون يلجأون اليك من خطائهم لا ان يلوذوا بخطائهم بالهرب منك لا يهربوا بخطائهم منك لا يهربوا من خطائهم اليك هذا يعني يتطلب بناء ثيقة محبة استماع انصاط تفهم عندما يكون صغار جدا ما ستغرسه وتهتم به من الصغر سيؤثر في الكبر اول ما ينبغي من ان تركز عليه من اهتمامهم في الدين والقيام والاخلاق المحبة ادخل الدين عليهم من باب الحب محبة الله الرحيم محبة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قصص الحبيب التي تحيي معنى المحبة في قلوبهم وصف الحبيب شمائل الحبيب اخلاق الحبيب اجعل بينهم وبين الحبيب صلى عودهم وكلهم يرد من الصلاة على النبي ولو عشر مرات قبل ان يناموا ثم بعد ذلك اقم مبدأ الاخناع ولا تخجل اذا سألوك عن سؤال في الدين ليس لديك جوابه هذا خطأ يتكرر كثيرا يسألوا لا السؤال ده غلط محدش يسأل او تجيب اي جواب لا قل هذا السؤال مهم جدا يا ابني بس احتاج اقرأ واراجع انا مهتم بسؤالك فاعطيني فرصة انا الان مشغول او انا محتاج اراجع المسألة تعرف خلينا انا وانت نسأل واحد هذا سيحترم وبعد ذلك عندما يكبر واسأل من من لديه عمق في فقهه للجواب اسأل المختص في نوع الكلام الذي تسأل فيه وعرف ان السائل وغيره سترد عليهم اسئلة متعلقة بالعقيدة بوجود الله اسئلة في الوجودية بسبب الواقع الذي يعيشه الناس الان هناك مبادرة اطلقناها في مؤسسة طابة اسمها سؤال 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 هي بالعربي والان نسعى الى ترجمتها الى الانجليزي لكن فيها مجال للتواصل حول الاسئلة العقدية والوجودية والاسئلة التي يصعب على الناس ان يطرحوها او كان السابقون يعتبرونها خط احمر للأسف امام مسجد احيانا تذهب اليه يقولك هتكفر ما حد يسأل لا تسألوا عن اشياء ويتلوا الاية في غير محلها اب يقولوا لا هذا سؤال حرام ما في سؤال حرام مدام بقصد الاستفادة ما في سؤال حرام هذه اساسيات حتى لو بقصد لكي يطمئن قلبي لبيك حتى لو بقصد لكي يطمئن قلبي يطمئن قلبي او الاستفادة ما معنى الاستفادة اقصى درجات الشك وصل عندك الامر الى الشك الكلي اسأل عشان ما اتهش اصلا كما قلت في بداية الحلقة يا استاذ اسامة فكرة ان بعض الاشياء كانت بدهية عند السابقين اصبحت اليوم كأنها غريبة هل نحن بحاجة الى ان نثبت انه من حق الانسان ان يسأل يفهم يا اخوان الدين الذي لا يحتمل سؤال المستفهم ليس بدين الذي يثق بحجتي ما يعتقده لا يخزل من وجود السؤال لكن لماذا ضبطتها بضابط سؤال قصد الاستفادة لان هناك نوع من الاسئلة فقط تثار للتشكيك سؤال خلف سؤال لم تجيب على الاول يطلق رابع وخامس وصادس او بسخرية واستهزاء او برفض المنهجية العقلية المنطقية في بنية الفكر لا هذا شيء اخر لعب لكن السؤال بقصد الاستفادة والقصد نحن لا نشق عن قلوب الناس الكلام هنا موجه لكل واحد هو يزن نوعرف نفسه هل تسأل بقصد الاستفادة مهما كان السؤال هو مطلوب مرحب به مرغوب فهذا امر ينبغي نقطة اخيرة لو اذنت لي وهي المعنى الروحي القلبي هو اساس في رسوخ الدين في قلوب الابناء القيام على صلب الذكر صلب القرآن ليس من الضروري ان يحفظ القرآن كله حيها لا لكن حب القرآن اهم من حفظ القرآن وفهم القرآن اهم من حفظ القرآن وحفظ القرآن اهم لكن فهم القرآن اهم الواجب في حفظ القرآن سورة الفاتحة هذا الفرض عين على كل مسلم ما زاد على ذلك اهلا وسهلا ومطلوب لكن حفظه وحبه اهم فهمه وحفظه فهمه وحبه اهم من حفظه لانه هو الذي سيؤدي الى العمل بمقتضى شعار لحظة الذكر الروحانية هذا الأساس الذي يرسخ في مثل المجتمعات التي يسأل عنها بل في كل مكان